أكد صاحب أسمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن المجلس النيابي هو الجامع والشامل لكل أمر وطنيا وما صوت النائب إلا صوت شعب أعطاه الثقة لذا فهو مسموع في الحكومة فهموم المواطن هي همومنا جميعا حكومة ونوابا وأشار سموه إلى أن ملاحظات ومرئيات ممثلي الشعب التي تصب في المصلحة الوطنية تجد صداها في التجاوب لأنها جاءت من أجل البناء إلى الهدم دعيا سموه إلى التمسك بالكلمة الواحدة الجامعة التي تدرأ المخاطر ومواصلة البناء على الأسس المتينة لزيادة المكتسبات الوطنية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسمو الشيخ عبدالله بن خالد القليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من النواب وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن الحكومة تهتم بتطوير الأسواق الشعبية وذلك من منطلق حرصها على دعم التجار فيها من جانب واهتمامها بتأمين مصادر رزق المواطنين والحفاظ عليها من جانب آخر لافتا سموه إلى أن توجهات قد صدرت للمختصين لرصد احتياجات الأسواق الشعبية للتطوير والتحديث بما يتناسب مع واقعها الحضري وبما يلب متطلبات روادها وتجارها وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطورات والمستجدات في النطاق الإقليمي والدولي حيث شدد سموه على ضرورة أن يكون التحرك العربي أكثر تنظيما لضمان تأثيره الفاعل في المحافل الدولية لافتا سموه إلى أن التحديات التي تحيط بالوطن العربي والإسلامي تستوجب معها يقضة وحذرا وتطويرا للتعاون ليكون أوسع وأشمل وصولا إلى التكامل المنشود ترجمة نانسي قنقر